أتعرف قابلية قسمة عدد صحيح طبيعي على اثنين وخمسة. سابعاً، أستعرض ثلاث مضاعفات متتالية للعدد اثنان، مجموعها ثمانية وأربعون. أستعرض ثلاث مضاعفات متتالية للعدد خمسة، مجموعها ثلاثمائة وثلاثون. أستعرض أكبر عدد يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على اثنان. أستعرض أكبر عدد يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على خمسة. الإجابة لمعرفة أي ثلاثة مضاعفات متتالية للعدد اثنان، مجموعها ثمانية وأربعون، نقوم بقسمة ثمانية وأربعين على ثلاثة، ثم نجمع النتيجة بالمضاعف الذي يسبقها مباشرةً، والمضاعف الذي يليها مباشرةً. سمانية وأربعون على ثلاثة يساوي ستة عشر، إذن المضاعفات الثلاث هي أربعة عشر، ستة عشر، سمانية عشر. لمعرفة أي ثلاثة مضاعفات متتالية للعدد خمسة مجموعها ثلاثمائة وثلاثون، نقوم بقسمة ثلاثمائة وثلاثين على ثلاثة، ثم نجمع النتيجة بالمضاعف الذي يسبقها مباشرةً، والمضاعف الذي يليها مباشرةً. ثلاثمائة وثلاثون على ثلاثة يساوي مئة وعشرة، إذن المضاعفات الثلاث هي مئة وخمسة، مئة وخمسة عشر. لمعرفة أكبر عدد يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على إثنان، نقوم بالبحث عن العدد الذي يسبق العدد ألف، ورقم أحاديه زوجي. إذن، تسعمائة وثمانية وتسعون هو العدد الأكبر الذي يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على إثنان. لمعرفة أكبر عدد يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على خمسة، نبحث عن العدد الذي يسبق العدد ألف، ورقم أحاديه خمسة. إذن، تسعمائة وخمسة وتسعون هو العدد الأكبر الذي يتكون من ثلاثة أرقام قابلة للقسمة على خمسة. ثامناً، أضع علامة قاطع ومقطوع. تحت القاصم المناسب عندما يقبل حد الزوج القسمة عليه. القاصم اثنان، خمسة، الزوج خمسة وأربعون ستون، ثمانون تسعون، أربعة وثلاثون سبعون، ثلاثة وأربعون خمسون. الإجابة القاصم، اثنان، خمسة، الزوج، خمسة وأربعون ستون، ثمانون تسعون، أربعة وثلاثون سبعون، ثلاثة وأربعون خمسون. تاسعاً، أمل ضياء على أخته أمل الأرقام التالية، أربعة، ثلاثة، سفر، خمسة. وطلب منها أن تكون عدد ذا أربعة أرقام لا يقبل القسمة على اثنان وخمسة. عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على اثنان ولا يقبل القسمة على خمسة. عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على خمسة ولا يقبل القسمة على اثنان. عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على اثنان وخمسة معاً أساعد أمل على تكوين هذه الأعداد الإجابة عدد ذا أربعة أرقام لا يقبل القسمة على اثنان وخمسة أي أن يكون رقم أحده فردي مخالف لسفر وخمسة وهناك احتمالان يفي بكل هذه الشروط وهما العدد خمسة آلاف وثلاثة واربعون والعدد خمسة آلاف واربعمئة وثلاثة عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على اثنان ولا يقبل القسمة على خمسة أي أن يكون رقم أحده زوجي ومخالف للصفر والاحتمالات الصحيحة الممكنة هي العدد خمسة آلاف واربعة وثلاثون والعدد خمسة آلاف وثلاثمائة واربعة والعدد ثلاثة آلاف واربعة وخمسون والعدد ثلاثة آلاف وخمسمائة واربعة عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على خمسة ولا يقبل القسمة على اثنان أي أن يكون رقم أحده خمسة ثلاثة آلاف وخمسة واربعون أربعة آلاف وخمسة وثلاثون ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسة أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عدد ذا أربعة أرقام يقبل القسمة على اثنان وخمسة معاً أي أن يكون رقم أحده صفر ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسون أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون أوظف عاشراً عمر والد ضياء الآن من مضاعفات اثنان، محصور بين 41 و48 سنة، أما السنة القادمة فسيصبح من مضاعفات خمسة. دخل إلى المدرسة في سن السادسة، وقضى بالجامعة سنتين، واشتغل في أول سنة من تخرجه، ولم يرسب أي سنة، وهو الآن يمارس مهنة التدريس. أسترشد عن المعلومات التي تنقصني. الإجابة عمر والد ضياء من مضاعفات اثنان، محصور بين 41 و48 سنة، ولو أضفنا له سنة، لأصبح من مضاعفات خمسة. ونحن نعلم أن مضاعفات خمسة رقم أحدها إما صفر أو خمسة، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا خمسة. إذن، خمسة وأربعون هو من مضاعفات خمسة، ومحصور بين 41 و48 سنة، ننقص منه واحد، فيصبح 44 سنة من مضاعفات اثنان. سن والد ضياء يساوي 44 سنة. أحدد عدد السنوات التي قضاها في الدراسة. الإجابة أحدد عدد السنوات التي قضاها في الدراسة. عدد سنوات المرحلة الابتدائية مع عدد سنوات المرحلة الثانوية مع عدد سنوات المرحلة الجامعية. 6 مع 7 مع 2 يساوي 15 سنة. أحدد عدد السنوات التي قضاها في العمل إلى حد الآن. الإجابة عدد سنوات العمل العمر الحالي للأب إلا عدد سنوات الدراسة مع سن دخول المدرسة. 44 إلا 15 مع 6 يساوي 23 سنة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر